اللي هو قال كده ما ينفعش يطلع يتكلم كده يقولك وانا كاسبان على فكرة مش بقول وانا مثلا ايوه يعني احنا كاسبان طريق حامد مثلا في هذه المباراة فانا بتكلم اللي ايه احنا عندنا حكام كويسين وعندنا عناصر شبه طبعا وكابتل محمود البنة حكام هاي طبعا فعندنا حكام كويسين فاتمنى الخبير اللي هو جاهبينه ده يعمل طفرة في التحكيم واتمنى اللي احنا نحاول يعني دايما نشوف ايه الجديد دايما ما هومش اعمل شاي وعد ساعتين استنى الفار ده انت كده بتفقد متعة كرة القدم فاتمنى ان شاء الله الحاكم بتاع بكرة ده هو شخصيته قوية اسمع لو هو شخصيته قوية حاكم بكرة خلال بالك كمان سريع في اخراج البطاقات الصفراء والحمراء ده على اللعيبة بقى ده بقى مش زي هنا بقى واخد اللي اللعيبة بتروحه واللي يمسك ايده واللي هيا ده ما بيهزرش اي لعيبة تكلم معي روح مديله على طول ولا فيه جهاز بيقوم له على الخط ولا الاحتياط يقوم الهرجالة اللي احنا بنشوفها دي مش هتحصل مع الناس دي الناس دي ما بيهزروش فاتمنى بكرة اللي احنا يعني نوري للطاقم الحكام اللي جايين اللي احنا ناس متحضرين وعندنا برضو من العقلية الكبيرة زي ما انتوا عندكم ما يجيش بقى يطلع نلاقي التصريح بعد المتش اللي هو يعني نطلع حكام خليبة ما تتكلمش في هذا الامر لكن هو السيفي بتاعه سيفي قوي نتمنى ان هو يكون موفق ما ممكن يبقى سيفي قوي زي ما حدك قلت ويبقى مش موفق انا عارب بكرة ولكن الاهم ان هو يكون موفق خليلنا نطلع نشوف تقرير عن الحكام وبعد هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع كابتن معتز زي اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزيزي المشاهدين معتز برضو بكرة نروح لزمالك شوية الزمالك عنده مدير فني محترم الحقيقة بيلعب الفترة اللي فاتت باستراتيجية معانة قولنا الاول الاستراتيجية اللي بيلعب بيها ميستر فيريرا فييرا خلال الفترة اللي فاتت وايضا هل بكرة هيلعب بنفس هذه الطريقة ولا قد يفاجئ نادي الأهلي بشيء اخر لا اعتقد مش حيبه فيه مفاجئات بالنسبة لناتز مالك هو بيلعب بسيستم واحد وطريقة معروفة وبيعتمد على زيزو على امام عشور في نص الملعب وبين شرقي وصف الدين قدام فما فيش اعتقد يعني مفاجئات بالنسبة لناتز مالك فالأوراق كلها تكون معروفة يعني للنادي الأهلي لكن هو بيمتاز السنادي بيبنروح وعندهم بصراحة يعني إصرار على المكسف كل مباريات واللعبات بتاعتهم بتأدي بشكل كويس والذارة بصراحة معهم وده يعني دليل على النجاح لما بيكون في استقرار إداري بينعكس على اللعيبة في الملعب فهم ماشيين بشكل كويس فأعتقد اللي بكرة مش هبقى فيه مفاجئات للزمالك والأوراق كلها تكون معروفة طريق حمد عدم موجوده هيؤثر بشكل سلبي طريق حمد لعيب كبير لكن الفترة الأخيرة كلها ناتز زمالك بيلعب من غير طريق حمد يعني مش موجود زمالك بيكسب أبو جبل مش موجود وفي مشاكل عشاء التجديد وكده عواد بيتقلق وبيلعب والزمالك بيكسب فما فيش نادي أيا كان وخصوصا ما يبقى نادي كبير زي الأهلي والزمالك ما بيقفوش على لعب فطريق حمد آه لو كان موجود لعيب مهم وكل حاجة لكن الزمالك دلوقتي بيعتمد على رؤى وعلى إمام عشور والزمالك زي ما بيقولك بيكسب بيوم فأعتقد يعني لا جديد يعني هم اللي يكونوا موجودين إلى أي مدى سيؤثر محمد الشرناوي وعواد بكرة في المباراة أعتقد اللي اتنين عليهم دور كبير قوي بكرة اللي اتنين تقال كل واحد بيوصل للعبته أو لزميله حالة الطمأنينة زي ما بيقولوا مع أول كرة بيطلع بيمسكها سواء شوطة بيصدها أو كرة بيطلع بيمسكها من كورنر أو كرة عالية ده بيدي إطمئنان لزميله بيديهم ثقة في الملعب فأعتقد اللي بكرة يكون عليهم دور كبير وخصوصا للشناوي كابتن الفريق كمان يمكن عواد هو مش كابتن الفريق لكن صراحة عواد ماشي بشكل كويس الفترة اللي فاتت وهو يمكن النجم الأول أنا شايف في مورات المحل هشايل كذا هدف شناوي كمان هو كابتن الفريق فهو دايما اللي بيتكلم معاهم ودايما اللي بيلمهم ومن اللعيبة الكبيرة في الناد لقالي فأنا شايف اللي الاتنين عليهم بكرة عامل كبير قوي هل المباراة دي ممكن تحسيم ركلات الترجيح ولا من وجهة نظرك هتخلص قبل كده أنا من وجهة نظر الشخصية هتخلص قبل كده هتخلص في الملعب امتى بقى تخلص كده لو الاتنين متخوفين والاتنين ايه ما بيقابلوش من فوق ده متحفز وده متحفز قصير مباراة واحدة 90 ديئة واحدة مش مثلا مباراة رايح جاي أو كده لكن أنا شايف اللي بكرة هيبقى كرة هجومية ما فيش حد يلعب زون الفريتين فريتين كبار زي ما قلتلك في أول الحلقة هيبقى فيه مساحات كبيرة اللعيبة اللي موجودة على أرض الملعب لعيبة كبيرة فطريقتهم كرة هجومية وطريقتهم واضحة فأنا شايف اللي بكرة هيبقى فيه اهدافي يعني في المباراة مين من وجهة نظرك سيكون نجم المباراة في الاهلي في الاهلي يعني انا اتمنى حمدي فتحي والسلية نص الملعب ولودي ينجل يعني عشان دايما اساس نص الملعب في اي فرق لما بيمتلك نص الملعب الفرق اللي بتمتلك نص ملعبها هي اللي بيبقى لها الافضلية فأنا متوقع بكرة يعني متوقع اللي حسام حسن بكرة الرجل بيعتمد عليه بشكل كويس الفترة اللي فاتت واداله فرصة اكتر من موسيماني وهو بصراحة بيقدي بشكل كويس وهو فروت كويس هو بس محتاج هدف يفوقهم فأنا متوقع لحسام حسن بكرة لو ربنا كرم وجاب هدف هتفرق مع الفترة اللي جاء كلها طيب اخيرا رسالتك بقى لعيب النادي الاهلي قبل هذه المباراة المهمة رسالت اليوم اللي هم يعني ربنا يكرمك بكرة المكسب والخسارة دي حاجة بتاعت ربنا احنا انتم بتتعبوا وبيتأدوا في الملعب اهم حاجة يعني يبقى البكوا على القلب بعض طول ما فيه حب هتكسبوا كونوا رجالة الجمهور دايما بيدعمكم مجلس اللي دار كله في ظهركوا بغض نظر عن الخسارة اللي فاتت كابتن محمود الخطيب بنفسه ودي حاجة كبيرة جدا اللي هو التنعكس على اللعيبة اللي يتكلم معاهم ويعمل اجتماعات معاهم فكل الناس في ظهركوا وإحنا معاكم ان شاء الله ربنا يكرمكم بكرة وتصلحوا جمهوركم عن المباراة اللي فاتت وديبقى دي بداية لبطولة الدورة ان شاء الله يا رب ان شاء الله شرفتوا نوارت يا اينو وان شاء الله كل التوفير لنادي الاهلي حبيبة كابتن وان شاء الله بارك لحضرتك بكرة بالمكسب وكل جمهور النادي الاهلي يفرح ومرة تانية بشكرك على استقبالك ليا وكنت سعيد جدا لما موجود معك وبقى سعيد أكتر لانا بقى موجود في بيتي الكبير النادي الاهلي بنا خليك يا اينو شرفت ونوارت انا بشكر حضرتكو شكرا جزيلا غدا ان شاء الله هذه المباراة المهمة جدا الكل ينتظر الروح القتالية الكل ينتظر ماذا سيفعل لعاب النادي الاهلي بعد المباراة بيراميز الأخيرة ان شاء الله كل التوفير لكل اللاعبين اي 11 يلعبوا بكرة احنا بضهركوا احنا بنساند وبندعم وسنظل دائما نساند وندعم ما تنسوش بكرة ان شاء الله الستوديو التحليلي لقناة النادي الاهلي حيبقى قبل المباراة بساعتين كل الكواليس ما يحدث قبل بداية هذه المباراة بيكون على الهواء مباشرة مع حضراتكم من داخل قناة الاهلي وعلى شاشة قناة النادي الاهلي مع النجم الكبير الكابتن ايمن شوقي وضيوفه اللي هيكونوا متواجدين مع بكرة انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله اشوف حضراتكم على خير وان شاء الله كل التوفيق لنادي الاهلي بكرة